اه اوكي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم اده كاتر عاملين ايه يا رب دايما بخير هنبدأ بقى المحاضرة التالتة من المحاضرات الجزء الخاص بالمسكول سكيليتا السيستم المحاضرة دي ان شاء الله هنتكلم فيها يا جماعة عن برضو هنشرح من الورقة بتاعي وانه رجع نقرأ من المحاضرات بس الاول عايز عارفك ان هو متقسم تلات حاجات يا جماعة ياما اه اه ياما بكتيريال سكين انفكشن يا اما فانجل سكين انفكشن سبب فيروس باكتيريال سبب باكتيريال فانجل سبب فانجاي ماشي هو بدأ في المحاضرات عندكم بالفايرل هو قاتل حاجة الفايرل فانا اجلتها الفيديو الجاي يعني هتلاقي الفيديو ده ان شاء الله فيه شرح الباكتيريال سكين انفكشن والفانجل سكين انفكشن الفيديو اللي جاي هتلاقي الفايرل سكين انفكشن تمام فاحنا هناجل الفايرل سكين انفكشن ونبدأ على طول في الايه? الفانجل او الفانجل والبكتيريا ماشي? برضو هنشرح من الورقة بتاعي ونرجع نقرأ من المحاضرات بتاعكم. اه تمام? من الاول كده يا جماعة احنا كم ناخدين بكتيريا في في البكتيريولوجي اول واحدة خلص في المنهج لو تفتكروا اللي هي الستاف اوريوس الستاف اوريوس كنت بقولك الستاف اوريوس يعني مشهورة عنا بتعمل المرض تلات امراض كده كنت بقولك ايه? وبي وسي صح? الايه اللي هو الابسس? اللي هو الخراج? هي بتعمل افسس. يبقى الستاف اوريوس هتعمل لي اسمه ايه الابسس اللي هو الخراج? طيب بتعمل لي بيه اللي هو الايه? البيل. البيل اللي هو الايه? اللي هو دم في شعراية. بيجي في الهير بيسموه طيب. ميني بويلز ميني بويلز فتحين على بعض بيعملوا مرض اسمه ايه اسمه? كاربانكل. كاربانكل. اه يبقى الستاف اوريوس بتعمل ايه بي سي. الابسس والبويل والكاربانكل. الابسس اللي هو الخراج العادي اللي احنا عارفينه اللي بيجي في ايه حتة في الجسم. البويل اللي هو دم في شعراية. الكاربانكل اللي هو مجموعة دماما جمع دم يعني مجموعة دمام الفتحين على بعض. فمنطقة فيها شعر. اكتر منطقة بيبقى فيها شعر. بيفتح فيها الدمامل دي على بعضها هي القفة. فكان دايما ان شاء الله لما توصلوا في الجراحة. اه هتسمع ان الكاربانكل ده عبارة عن ايه? دم للقفة. او يعني لازق في كده بيجي دايما في القفة. دم للقفة اللي هو الايه الكاربانكل اللي لانه بيجي في منطقة الشعر بتاع القفة لانه ملتوب البويلز وفتحين على بعض. يعني لو بويل جيه في شعراية اهو فبويل تاني جنبه في شعراية بويل تاني جنبه في شعراية يفتحوا كده على طب عدوا كلهم ويعملوا لي حاجة اسمها الايه? الكاربانكل. يبقى اللي بتعمل لي التلات امراض دول. والبويل والكاربانكل. طيب. يبقى دول اول تلاتة عندي. والبويل والكاربانكل. ياهو. بالعربي يعني ايه? يعني خراج بيجي في اي حتة في الجسم. مين بيعملو؟ طب البويل البويل اللي تعالى بس ننزل نشوف رسمة ده اهو. دي صورة الابسس الخراج ده مش عارف في منطقة الرجل ولا في منطقة الايد. في اي حتة ملناش ده يا جماعة. في اي حتة في الجسم يبدأ ابسس. اوكي. نطلع تاني. البويل البويل عبارة عن ايه? دم في هير فوليكل في شعراية. طب مين سابهه برضو اللي سابه. بص اول تلاتة استقف على طول. الابسس والبويل والكاربانكل. الفرق بس في المكان. الابسس في اي حتة في الجسم. البويل بيجي في الهير فوليكل. اهو الرسمة بتاعتك اهو بص جاي في دقن واحد دي دقنة هي. طب الدقن ما فيها هير فوليكل اللي هي شعراية فيطلع فيها ايه? البويل. اوكي. ده كده البويل. بعد كده. سانية واحدة معلش. ايه قولنا البويل اللي هو الايه? الدمل اللي بيجي في الشعراية. طيب. الكاربانكل بقى الكاربانكل اللي هو بيجي في مالتوبول هير فوليكلز. وبرده سببه طبعا هو مين? اللي استاف قرياس وعندك الرسمة تحت خالص على اللي مين اهيه. تمام? يبقى ده اه رسمة الايه? الكاربانكل. يبقى مهمين لان مش موجودين حتى في كتاب الاسم. بس انا جابهم لك عشان تبقى عارفهم يعني طيب. بعد كده يا جماعة اللي استايل هو عبارة عن ايه? دم اللي بيجي في العين. نفس النظام يعني على حسب المكان الخراج او الدم اللي موجود فين? بس هو هو نفس الارجانزم هو مين? استاف قرياس. بالمناسبة صحيح لو قالك ليه الاستاف قرياس هي اللي بتعمل الابسس وبتعمل البويل وبتعمل الكاربانكل وبتعمل اللي استايل اللي هو الدم اللي بيجي في العين. ليه يا جماعة? عشان اللي استاف قرياس عندها انزيم اسمه كواجيوليز انزيم لان الاستاف قرياس كواجيوليز بوزاتف فالكواجيوليز انزيم ده هو اللي بيخلي عندها قدرة انها تعمل ابسس وبويل وكاربانكل وستاي الميكانيزم مش عالي ان كان موجود في الترمي الاولاني في البكتريولوجي. اعرف لي بس ان السبب انها تعمل الامراض دي ايه? هو الكواجيوليز انزيم بس. الميكانيزم مش مهم. خلاص? طيب. المرض اسمه ايه? وانه المرض اسمه استاي وده بيجي في الاي لاش فوليكل. ايه يعني بيجي في اهي هو اللي هو ده. بيجي في الرموش اللي هي بتاعت العين. برضو الارجانيزم بتاعتين مين? هو الاستاف اورياس. اوكي. يبقى لنا الابسس بويل الكاربانكل وستاي طيب. بعد كده الام طايجو. البي ما بتتنطقش. مرض اسمه الام طايجو. ايه الام طايجو ده? اللي هو الصورة بتاعت اللي تحت خالص على اليمين ده. بيبقى في شوية كده. عاملة يعني لا مؤاخذة. انا مش عارفة ما استرهلكم. يعني عاملة زي البرابير كده يا جماعة بتبقى نزلة من المناخير. تمام? ايه شوية كده بتبقى حوالين البقء والمناخير بتاع الطفل. بيسموا المرض ده ايه? مرض الام طايجو. ام طايجو البي سايلاند. هنا فيه فرق بقى. هو بيجي في الاتشيكس. في الاتشيكس اللي هو ايه? في الخدود. هو بيجي في المنطقة دي يعني. وحوالين البقء والمناخير. مفيش فرق ولا حاجة. هو برضو سببه الستاف اوريس. بس برضو ينفع يتعمل عن طريق الاستريبتوكوكوس بايوجينوس. يبقى الام طايجو مميز ان هو استاف اوريس او استريبتوكوكوس بايوجينوس. اكتر واحد مميز بقى هو الاريسيبلوس. لو تفتكروه كنا واغدينه في البكتيريولوجي وبرده في الترمي الاولاني. اللي هو تحت خالص على الشمال ده. اللي هو ده كنت بسميولك مرض الحمرة. لو تفتكروه. لو حد حضر معي الكورس يفتكر الكلمة دي. مرض الحمرة بيخلي وش العيان محمر. مرض الحمرة. بيسموه الاريسيبلوس. اهو ده بقى بيعملوا مين? الاستريبتوكوكوس بايوجينوس. خلي بالك. يبقى كله يا جماعة كل الامراض اللي احنا هندرسها. مين اللي بيعملها لو لاحزتها? كل الامراض ستاف اوريس ستاف اوريس. ستاف اوريس ستاف اوريس. ستاف اوريس. كل ستاف اوريس معده مين؟ معده الا Nurse بيتعمل على طريق الاستريبتوكوكوس بايوجينوس only. طيب الامتايجو استاف اورييس صح? ومعكب برضو الاستريبتوكوكوس بايوجينوس صح. تمام? طيب. آخر مرض وهو اهم مرض وده اللي عليه الكيس بقى اللي عندك في كتاب الاسم مرض الايه اللي استافيليكوكاس السكالدد سكينسوندروم الس اس اس اللي هو السكالدد سكينسوندروم السكالدد سكينسوندروم استافيليكوكاس اللي هو مرض الايه الجلد المتسلخ في صورة ليه في الصفحة اللي بعدها اهي شايف جماعة جلد الطفل ده جلده دي بطنه واخده بطن الطفل تيجي في الاطفال على فكرة بطن الطفل كلها محمرة ومتسلخة بيسموا المرض ده ايه الصورة دي موجودة في كتاب الاسم مهمة تيجي في امتحان العملي او تيجي كيزي ينزل لك الصورة ويبدأ يسألك عليها المرض ده اسمه السكالدد اسكين صندروم طب سببه مين برضو سببه الستاف اوريس اهو استاف اوريس طيب اسم التوكسن ايه لو تفتكروا كنا نواغدينه في الترمي الاولاني التوكسن اسمه ايه اجزوفوليات في توكسن فاكر كنت بقولك ايه اجزوفوليات اجزوفوليات يعني ايه يعني بيقشر يعني التوكسن اللي بيقشر الجلد يقشر اه التوكسن ده بيقشر الجلد في عملي مرض المرض الجلد المتسلخ او المتقشر بسبب الاكزوفوليات في توكسن هنحل الكز مع بعضة برضو لان في اسئلة ايجابتها مش موجودة في في الشرح اللي انا بشرحه ده هقولها لكم اما انجيلها طيب عبارة عن ايه المرض ده قلتلك بيجي في في الاطفال وفي يعني الننات والاطفال الصغيرين يعني اعراضوا ايه بيحصل ديس كاميشن ديس كاميشن يعني ازالة للسكيموس اي بي سيليم ديس كاميشن انا شلت بتاع السكيموس اي بي سيليم خلاص مهم جدا اهم واحد هو مين السكالدد اسكين سندروم ويعتبر المميز بتاعي هو بتاع السريبتوكوكس بايوجينوس الباقي كله استاف اورياس وغمد عينيك السكالدد اسكين سندروم مهم جدا 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 واسم التوكسن طبعا مهم هايقولك في الكيز وقت اذر توكسنز هاقولهم لك اما نجي نحل الكيز مع بعض خلاص كده انت خلصت الباكتيريا السكين انفكشن يعني موضوع مش تقيل موضوع بسيط وسهل تعال نحل الكيز بقى بالمرة ونبص على الصور بتاعت العملي عشان نبقى خلصنا هينزل لك في الامتحان الرسمة اللي علمين دي اه بطن جلد محمر كده ومتسلخ ناخد بس اه شفطة اه لمون منت اوكي هينزل الصورة دي يا جماعة هيقولك بصوا السؤال الاولاني بيقولك ايه اوكي مش او ممكن يقولك اسم الارجانزم مش كمان يعني طيب المرض اسمه ايه اهو معلش ثانية واحدة وبتعلق ايه تمام المرض اسمه ايه طيب اسم اللي استفيله كوكاس ايه هي استفيله كوكاس او ممكن يقولك قل لي اسم الارجانزم وخلاص مش هيديك طبعا اه هنت في الاجابة طيب بيقولك زيس اه سندروم اوكي قل لي اسم التوكسن قلنا ايه اكسو اكسو توكسن طيب انا نسيت اجاوب على زير ديزيزيز دي طيب اوكي مفيش مشكلة لو تفتكروا يا جماعة كنا اخدناها في البكتيرولوجي الترم الاولاني كان بتطلع تلاتة توكسن وده بيعملي مرض اللي احنا شرحنا دلوقتي طيب تاني توكسن عندي اسمه ايه استفيلو كوكاس توكسك شوكسن دروم توكسن فاكرين التوكسك شوكسن دروم توكسن وان كان بيعملي مرض اسمه ايه توكسك شوكسن دروم خدناها ترميل اولين طيب تالت توكسن اسمه الانتيرو توكسن وكان بيعملي مرض اسمه ايه الفود بويزنين تسمم الاكل فاكرين كان بتاعك كشري فاكرة ما كنت بقول لك الراجل الطباخ والبكتيريا وفي مناخيره ويعمل كده هو يحط الاكل في الكشري وانت تاكل الكشري بالتوكس فاكر قصة الكشري بتاعت الاستاف اورياس اه الانتيروتوكسن بيعمل فوت بويزن يبقى انا عندي تلاتة توكسن وبيعملو لي تلاتة ديزيزز تمام? يبقى اجابة السؤال ده ايه? قل لي ازهر توكسنز هو التوكسوكشوكسوندروم توكسن وبيعمل لي ديزيز ايه ما تنساش ما عليش جاوبها اللي اني نسيت اكتبها. بيعمل لي مرض اسمه توكشوكسوكسوندروم. طيب الانتيروتوكسن بيعمل لي مرض اسمه الفوت بتاع الكشري. تعالى بقى في العملي. حتة العملي في الاستاف كتير شوي. بس يعني الكلام سهل. الطبق الاصفر ده جماعة. طبق اصفر على اصفر. فاكرينكم تقول لك اصفر على اسفر. على النيوترونت اجار. النيوترونت اجار اللي هو كان طبق لونه اصفر. صح? والستاف اوريس اما كانت بتتزرع على النيوترونت اجار كانت بتديني ييلو كولونيز. طيب. يبقى ده استاف اوريس على النيوترونت اجار. اصفر على اصفر. طيب. طبق اصفر كولونيز على احمر ميديا. احمر ميديا. الميديا لونها بنك او احمر يعني. اللي هي ميديا المانيتول سولت اجار. فاكريني المانيتول سولت اجار كان بيتزرع عليه الاستاف اوريس ويديني ييلو ديوتو مانيتول فيرمنتيشان اهو يبقى مانيتول فيرمنتر بيفرمنت المانيتول فتديني جولدين يلي كولونز على المانيتول سلطة اجاري بقى ده طبق ايه اصفر كولونز اهي اصفر كولونز على احمر او البنكيميديا يعني طيب اوكي بعد كده الصورة التالتة على مين البكتيريا تزرعت يا جماعة وقامت جاية مكسرة البلط حواليها اهي كسرت البلط حواليها شايف المنطقة دي كولونز اهي اللي انا بشاور زر على دي كولوني الحتة الزرق دي كولوني طب حوالينه في ايه زون اراوند الكولونز يعني ايه يعني منطقة فاضحة حواليا المستعمرات اه اهه ده وصف الايه البيتهيمولوسز تبما هيً على البلد او جر تعمل لي بيتا ييبقى المزرعة دي مزرعة ايه مزرعة الثمية على البلد او جر وبتعمل لي بيتا يعني يعني مو مو ييقولك قللي بكتيريا تانية بتعمل الخوار ده طبعا الاستريبتو كوكس بايو جيناس عند هاو تو دو فرانشيت بتوين زيم لو تفتكروا بقى ما ترمي الاولاني كنا بنقول الاستاف اوريس كنا بنقول انها كتاليز بوزوتيف لكن الاستريبتو كوكس بايو جيناس كتاليز نيجاتيف كنا بنفرق بينهم عن طريق الكتاليستست ومن هنا ايه كتاليستست اهو كنت بقولك الكتاليستست عبارة عن ايه حاجة من اتنين يا ام طبعا شريحة كده يا جماعة وعليها مية نقطة مية طب المية دي فيها بابلز بقليل اه بقليل صغير اه يبقى دي كتاليز بوزوتيف لكن هنا في مية وما فيش بقليل يبقى دي كتاليز نيجاتيف يبقى اللي فوق دي البوزوتيف واللي تحت دي النيجاتيف طب مين الكاتاليف بوزوتيف اللي هو عيلة tutti konnte كلهم الاتصالة كانوا كاتاليف بوزوتيف مين الكاتاليف نيجاتيف economist 3 كلهم كانوا كاتاليف نيجاتيف ومن هنا يجي اختبار åنا اسمه 구اوجيليست 八 جوليست بوز العاملك غيوريش الامبو بقى متجلطة فمش بتجري اما تمسك الامبو لا، ازوجها على جنبها filters فمش بتجري اللي فوق ده كواجيليز بوزوتيف لكن العاملك تحت بوز سايلة سيلة دي مية خالص ايه ده مفيش يبقى كواجيليز نيجاتيف يبقى الاختبار اللي تحت ده اختبار كواجيليستست يبقى فرقهما بين الكاتاليستست وكواجيليستست اللي هو تحت طيب الكاتاليستست تعرفنا ان هو بيفرق ما بين الستاف والستريبت الستاف كاتاليست بوزتف والستريبت كاتاليز نيجاتف طيب الكواجيليستست بيفرق ما بين ستاف اوريس وستاف ابدرميدس اند ستاف سابروفتيكوس حيث أن الستاف أوريس كواجيليز بوزيتف أنا لسه إيه لك إيه اللي يخلي الستاف تعمل الأمراض فاكر أما قلت لك إيه اللي يخلي الستاف أوريس تقدر تعمل الأمراض دي كلها إنها بتطلع كواجيليز إن زي ما معنى كده إنها كواجيليز بوزيتف يبقى هي اللي فوق اللي فوق دي مين الستاف أوريس كواجيليز بوزيتف لكن اللي تحته كواجيليز نيجاتف اللي هي الستاف إبيدرميدس أند ستاف سابرو فيتيكاس طيب اختبار تاني عندك في العمل الانتيبيوتك سينسيتيفتي تيست ده أنا بستخدمه يا جماعة عشان أحدد المضاد الحيوي اللي بيموت البكتيريا فاكرين كنا وقضينه في العمل برضو بتاع الترميل الأولاني كان إقراس من المضادات الحيوية بجيبي إقراس من المضادات الحيوية كده وازرع البكتيريا حيث أن لو المضاد الحيوي لو البكتيريا سينسيتيفتو الانتيبيوتك يعني سينسيتيف يعني حساسة للمضاد الحيوي يعني هتموت بالمضاد الحقيقي وبص ماتت هي ماتت حوالين المضاد الحقيقي وبقى في حتة فاضية اللي أنا بشغبط فيها دي الحتة دي فاضية ما فيهاش بكتيريا الحتة اللي أنا بشغبط فيها دي فاضية ما فيهاش بكتيريا نمسحها كده تاني بص اهي الحتة اللي أنا بشغبط فيها دي فاضية ما فيهاش بكتيريا يعني كده أن البكتيريا ماتت يبقى البكتيريا sensitive to this antibiotic يبقى هي sensitive للمضاد الحقيقيقي ده طب بعرف السنستيفتي منين can be LGBT incription of bacteria في المنطقة اللي حوالين المضاد الحيوي لكن لو لحظت سواء المضاد الحيوي ده او المضاد الحيوي ده فالبكترية resistance ليهم بص البكترية ما ماتتش هنا ما ماتتش وهنا ما ماتتش لكن هنا ماتت هيبص عملت zone of inhibition وهنا ماتت برضو بس بدرجة وليلة وهنا ماتت بدرجة وليلة وهنا ماتت بدرجة وليلة لكن في اللي انا عمل عليهم داير esc floata لي كده لا ده البكترية resistance هنا ما ماتتش وهنا ما ماتتش طبعا مين اكتر مضاد دحاوي البكتيريا وماتت بيه هو اللي انا عملت عليه الدايرة ده تمام ايه بدال انتبقيتك تيجي الاخر صورة عندك في العمل هي اللي استفيله كوكس تحت الميكريسكو فاكر منظر عنقود العنب دوائر بنفسيجي اوازرق وعملالي عنقود عنب جريب لايك لسر زهي دي كلها عنقيد 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 دوائر بنفسيجي اوازرق وعملالي عنقود العنب يبقى اللي استفيله كوكاي ليه لانها جرامبوزوتف كوكاي تمام خلصنا يا جماعة البكتيريا الانفكشن ندخل على تاني مكموعة دينا وهي الفانجل اسكين انفكشن اللي بتحصل بسبب الفانجاي الفطريات تمام طيب الفطريات عندنا يا جماعة طبعا هو فيه انواع كتير جدا من الفطريات عندنا في المنهج بتاع المسكوليسكليتال سيستم هما اسمين اتنين الفطريات اول فطر هو يعتبر اشهر فطر يا جماعة نعرفه هو اسمه الكانديدا البيكنز الكانديدا البيكنز ده اسم الفطر بيعملي مرض اسمه الكانديديزيس يعني انتو شهار للفطر ده طيب ينتشر فين في الميوكوس من برين وفي في السكين فبيسموه ميوكو كيوتينواز كانديديزيس ميوكو كيوتينواز كانديديزيس طيب بيبعبارة عن ايه يا جماعة بيبعبارة عن بوتش حمرة كده البوتش الحمرة دي دايما بتيجي في الاماكن الراطبة اشهرهم مسلا في الناس الاوبيس لوحد تخين او يا جماعة بص على بطنه هتلاقي كرشو في دهاليس كده اللي هي ايه اللي هي الاماكن النتوءات اللي في بطنه. اماكن النتوءات دي ممكن ييجي عليها الفطر اللي هو ويعمل لي طبعا الفطرات يا جماعة بصفة عامة مش بتيجي في اي بنيه ده. بتيجي دايما الناس الاميونو سابريزد. الناس الجهاز المناعة عندهم واقع. تمام? طيب بيجوا فين بقى قلت لك في الناس الاوبيس اللي هي الاماكن قلات بتاعة الجسم اللي هي الاماكن الرطبة. يعني مسلا في الفي ميل بيجي الفطر ده في المنطقة بتاعت تحت يعني او في الميل مسلا ممكن يجي ه catching الاماكن الرطبة ايه. تمام? بيبقى عبارة عن ايه بقى? يعني زي بطش امرة كده. فالتاني مرض عندنا يا جماعة وهو ده بيحصل بسبب فطر يعرفوه اسما فقط يا جماعة اسمه. الدرماتوفيت ده اسم الفطر. طيب ده بيعمل ايه? ده بيجي على الجلد. لو قلنا ان الجل طبعا الجلد كزا طبقة هتاخدوها ان شاء الله في الهستولوجيا او مش عارف ان تخطوها ولا لأ. المهم ان هو دايما الفطر ده يا جماعة بيجي في اللي هي اللي هي اللي هي اللي فيها الكيراتين هل يا دكتور هو بيوصل لديب لأ. ما بيوصلش ديب. بيبقى في يعني ممكن يجي فين بقى? طبعا بيبقى فيه هنا. لو جينا بيبقى في هنا يعني ممكن يجي فيه الهير. تمام? وممكن يجي كمان لو ده ايد بني ادم يبقى يجي هنا في النيل. في النيل في الضافر بتاع الانسان. تمام? وطبعا لو جيه دايما بيقفكت السوبرفيشيا ما بيخشش ديب في الحتة تمام? طيب. الفطر ده يا جماعة لما بيجي للانسان بيعمل آآ زي كده مدور. فعشان كده سموا المرض بالرينج وورم. رينج وورم لانه عامل زي حلقة مدورة كده. تمام? فسموه الرينج وورم. طبعا الدكاترة آآ بصفة عامة بيحولوا كل حاجة للاتيني. طبعا جايين مسامينها بالاتيني سموها ايه بقى تينية? تينية. تمام? تعالا كده نقرأ. يبقى الرينج وورم ده اسم المرض بسبب فطر اسمه الدرماتو فايتس. طبعا في اسم الدرماتو فايتس مش عليكم. عليكم اسم فقط الدرماتو فايتس وخلاص. ماشي? آآ الفطر ده بيأفكت كيراتينايز ديتشو اللي هي اللي زي والنيل. دازنت ديب نان كيراتينايز ديتشو عشان لو جابها لك صح وغلط. قال هو بيجي في ديب نان كيراتينايز ديتشو لا. هو بيأفكت السوبرفيشي الكيراتينايز ديتشو اونلي. ماشي? بيعمل رسالة سميها بالرينج او سميها بالتانية. تمام? آآ الكنديد قلب كان زي انا انسيت اقول الكنديد قلب كان زي يا جماعة بتتزرع على مزرعة ان شاء الله هناخدها في العمل اسمها الايه السابرود ديكستروز اجار. الاس دي ايه. هناخدها في العمل بازن الله. انا حطت صورتها هنا هي. ماشي? طيب. الرينجورم بقى هنقولنا خلاص السبب الدرنتوفايتس الرينجورم بيسموه اسم التاني التانية زي ما قلت لك. على حسب بقى ما بتيجي يا جماعة فين في الجسم بيسموها. يعني ايه يا دكتور? يعني لو جات في في فروط الرأس. لو جات في الرأس كده فبيسموها ايه بقى? تانية كبيتس. تانية كبيتس لما بتيجي في الاسكلب. طيب لو جات بين صوابع الرجل. بيسموها تانية بيدس. دي لو جات بتقفك تلفيت. بتيجي بين صوابع الرجل كده. على فكرة آآ آآ بتيجي اكتر في لعيب تلك كرة. بسبب ان هما بيعراقوا يعني فبين صعوبة رجلهم كده ممكن الفطر ده يجي. تمام? اه فبيسموها تانية بيدس. حتى عارف بيسموه المرض ده بيسموه ايه? الاثليتس. اثليتس فوت. يعني قدم الراضيين. اثليتس فوت. انا مش حارفة انا اثليت اللي هو الرياضة انا مش حارفة اكتبها صح بصراحة. تمام? فبيسموه اثليتس فوت. ناشي? طيب. ممكن تيجي في منطقة العينة. اللي هي المنطقة ما بين الجنيتاليا والرجل. اه اللي احنا بنسميها بالعربة كده الفخاد يا جماعة. تمام? ممكن تيجي في المنطقة دي. ويسموها تانية دي لوجات في ماشي? طيب لو جات في النيل. لوجات في النيل بيسموها انا حطت صورة ديها برضو. اهي. لو جات في الظوافر بيسموها اتنيا طبعا ايه ايه يعني ايه انجنم ويعني ايه كرورس ويعني ايه بيدس ده كلام يعني ülتين يا يا جماعة. Victoria's جات في اي حتة في الجسم كله بيسموها تينيا كوربوريس. تمام? طيب لو جات في الدقن. دقن الانسان بيسموها تينيا باربي. لو افكت بيسموها تينيا باربي. طيب يا دكتور انا ها اعطى حفز كل ده. يعني يعني اعرفهم كده هي بالسهولة خالص بص يا جماعة انت حاول تسهلها على نفسك برضو. كابيتس. اه من اسمها حتى كابيتس. كابيتس اسكالب. ماشي. البيديس بتيجي في الفيت. الكوروريس بتيجي في الجراين. الانجلون بتيجي في النيل. الكوربوريس بتيجي في البودي. الباربي بتيجي في البيرد. يعني اعرف لك اسمين وخلاص وكده كده يعني صعب يسألك فيها. ماشي? ده طبعا منزر او التانية بتبقى حلقة مدورة كده محمرة. ده منزر التانية كابيتس اللي بتيجي في الراس. تمام? انا حطط لك برضو هنا هو اهو. دي صورة ايه? ده تانية كابيتس جاية في الراس. بتبقى حتة بوتشا كده بيضة. ده الاسكالب اللي هي التانية كابيتس. ده التانية انجنم. ده النيل بيسموه التانية انجنم. النيم زا هو هو خلاص? كده خلصنا البكتيريا تعال نقراها من عندكم من المحاضرات. وفي المحاضرة بدأ بيه الفانجل سكين انفكشن. اه بتأفكت الهير والسكين والنيل تانية كابيتس. دي بتيجي في الاسكالب. تانية بيتس بتيجي في الفيت. دي الكابيتس ودي الانجنم. عندك حطط صورة الانجنم. طبعا انت عرفت معلومات بزيادة كمان. الفانجل سكين انفكشن الكانديد البيكنز ريد ويبينج اريا في المويست بارتس. الانتر ترايجو في الابيس. بيعمل كورونيك ميوكو كوتينوس كانديديزس. تمام? دي على فكرة الايه التانية بيتس. تيجي بنصابع رجل كده. ماشي? بعد كده البكتيريا اسم المرضوية بيجي فين? قلنا بقى الايه? والكربانكل كمان الابسس بيجي في ده بيجي في جدول ده بالنص انا جابه من عندي. طب طبعا حتة الاس اس اس دي مهمة جدا. بتيجي في العالة الصغيرة بتاع بعبارة عن اهيه. اه جلد متسلخ وسببه ماشي? طبعا شكل الامتي وهو. ودي صورة الايه? الايه? اللي هو تمام? كده الحمد لله خلصنا الجزء بتاع البكتيريا ان شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح اااا لو فيه ايس او بعتولي وبالتوفيق وربنا معاكم يا رب.